حلقة جديدة وفرستين جداد للفوز من حلواني النص التاني سؤال حيظهر في الحلقة وكل المطلوب هو إجابته في التعليقات بعد الاشتراك في قناة فيلم جامد ومتابعة صفحة حلواني النص التاني على فيسبوك وإنستجرام لازم المشاركة تكون من داخل مصر ولازم تحديد المحافظة في التعليق ومع الحلقة التالية ياريت نبص تاني على إجابتنا عشان الفائزين حيتم إبلاغهم برد من القناة على تعليقهم الجيزة عبارة عن صندوق جواة 13 هدية مقدمة من حلواني النص التاني حظ سعيد للجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم في الحلقة التلاتاشر من الموسم الرابع من برنامج رمضان وأشياء اللي بنتكلم فيه عن مسلسلات رمضان لعام الفين وعشرين وهذا الموسم مقدم لحضراتكم برعاية حلواني النص التاني المناقشات بتاعتنا بيبقى فيها قدر كبير جداً من الحرق للأحداث والنهاردة حنتكلم عن مسلسل الفتوة الحلقات من سبعتاشر لستة وعشرين فلو في حد متابع المسلسل ولسه ما وصلش للحلقة الستة وعشرين أفضل حاجة يعملها أنه يقفل الحلقة دي دلوقتي ويبقى يرجع لها لما يشوف الحلقات اللي فيتاها المناقشات بتاعتنا في شكل خطاب حر مرسل بدون نص معد مسبقاً وبنتقابل كل يوم بيكون في حلقة بالليل على البث بتاعنا على نيمو اللينك بتاعه تحت في الدسكريبشن في حدود الساعة عشر ونص احداشر بالليل لمناقشة الحلقة بتاعت اليوم ده لو حضراتكم حابين تسألوني في أي حاجة أو تتناقشوا معايا في أي نقطة من النقطة اللي حتكلم فيها وأنا بتكلم عن أحداث المسلسل بما أن الحلقة دي تنشرت يبقى الفائزين بتوع الحلقة اللي فاتت اللي تكلمنا فيها عن مسلسل البرنس تم تعرفهم بالفعل فلو في حد كان حاطت إجابة على السؤال وعنده فرصة للفوز إن شاء الله بإذن الله لو هو فائز حيلاقي رد من القناة على التعليق بتاعه ونبتدي الإجراءات عشان يتم تسليم الجائزة وإن شاء الله بإذن الله السؤال بتاع الحلقة دي حيظهر في أي لحظة في الحلقة فإن شاء الله احرصوا أنك تشوفوا الحلقة كلها مسلسل الفتوة من بطولة ياسر جلال أحمد صلاح حسني نجلاء بدر مية عمر رياض الخولي أحمد خليل أحمد خالد صالح السيناريو والحوار لهاني سرحان والإخراج لحسين المنباوي الأحداث بتاعتنا بتستكمل الفترة الزمنية والمكان المسلسل بيدور فيه وهي سنة الف تومنمية وخمسين في حي الجمالية وعدد من الأحياء الشعبية المصرية في هذه الفترة وسيطرت ألف طوات على مقاليد الأمن والحكم بين الناس والأمور دي كلها والأحداث بتاعتنا في مش عارفت كام حلقة ألفات وتسعة تقريبا أو حاجة زي كده حصل حاجات كتيرة جدا ميالة أكتر للوقت الحاضر للصراعات الحاضر بقى احنا زي ما اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت الجزء اللي كان مهيمن على الأحداث أو الطابع اللي كان مهيمن على الأحداث هي أشباح الماضي المرة دي خلص احنا بنتكلم في الحاضر بشكل كامل وعدد مرعب من الأحداث بدون أي مبلغات يعني سيد بينظم هجوم على حسن الهجوم ده بتنشأ عنه عركة كبيرة أو خناءة كبيرة بيموت فيها صابر وبينشأ صراع على السيطرة على مقاليد الفتوانة بيتصدرها عزمي وفرج فرج بيخون عزمي حسن بيظهر بيهزم فرج وبيفوز هو بالفتوانة وبيبدأ في إرساء عصر من العدالة ومن الأصول المنطقية لقيادة الفتوانة اللي ما فيهاش أطماع اللي فيها دفاع على الناس اللي ما فيهاش تبطل اللي ما فيهاش تبجح اللي ما فيهاش الأمور دي كلها وده طبعا ما بيجيش على مزاج باقي الفتوات اللي بينظموا هجوم مضاد عن طريق عزمي وعزمي بينجح في أنه يقتل حسن على قد ما هو كان مصدق يعني ولكن حسن ما بيموتش زي ما بنشوف بعد كده ولكن أثناء ما حسن بيحاول أنه يستعيد قوته ويرجع تاني للجمالية عزمي بيسيطر مرة أخرى على مقاليد الفتوانة وفرج بيوافق أنه هو يبقى تحت جناحه ولكن ما نعتقدش أنه ده وضع حيستمر الفترة طويلة أسرة حسن مصدقة أنه هو مات وأسرة حسن دي مكونة من أمه وأخته وبنته ومراته ليل اللي كانوا تجوزوا بالفعل ودي من الحاجات اللي أثارت غضب عزمي جدا ووصلته لأنه هو يعمل اللي هو عمله بالفعل ليل بيتم إعادتها لمنزل والدها اللي هو منزل عزمي اللي كانت جوز جميلة بقول لكم أحداث كتير أنا مش عارفة لاحق حقيقي مش عارفة لاحق يعني أنا حطت نقاط رئيسية للأحداث اللي أنا شايف أنها مهمة وحصلت وكتير يعني حطت لستة بنتلازينة طويلة يعني ومع ذلك أنا وقعت الحاجات اللي بقول لكم عليها هداية أن الجميلة اتجوزت عزمي أن ليل اتجوزت حسن حاجات زي كده يعني والاتفاق اللي ما بين عزمي وما بين سيد هو أنه رجع له ليل ولكن دلوقتي بقى فيه تعقيدة مهمة جدا وهي أن ليل بقى تحامل بطفل من حسن في الحلقة الأخيرة والدة حسن بتتوفى وهو بيشعر بده أثناء ما هو بينظم عودته وده بيتم أثناء استضافته عند كسر الفتوات اللي هو الحطة اللي فيها الأعور والكلام ده كله ودلوقتي قاعدين بعد ما استفادنا جدا من الأحداث اللي احنا زرعناها وحصدناها أعتقد بنجاح كبير في الكام حلقة اللي فاتوا دلوقتي ابتدنا نزرع آآ مسارات أخرى للتصادم ما بين عدد من الشخصيات فعدد من الحلقات ما هواش كبير وحقيقي مسلسل الفتوة هو المسلسل اللي يصلح عليه اللي أنا مرضتش أقوله على مسلسل البرنس في الحلقة اللي فاتت وهو إنه حقيقي عشان نرجع في آخر رمضان ونقول إن مسلسل الفتوة مش كويس أو مش ناجح أو حاجة سلبية من هذا القبيل لازم يعمل أخطاء غبية في الكام حلقة اللي جايين يعني المسلسل لو ماشي فيما هو متوقع خلاص احنا في التماث احنا ما عندناش اي مشكلة ده مش الوضع في مسلسل البرنس زي ما قلت مسلسل البرنس عنده أسئلة كتير محتاج يعرف الجواب كويس وعنده رفع كتير للتوقعات فأحداث معينة لازم يعرف يوفيها بشكل كويس هنا لا هنا عندنا عودة حسن متوقعة جدا عندنا تصادم منتظر ما بين عزمي وما بين سيد عندنا تصادم منتظر ما بين سيد وما بين حسن عندنا وضع رومانسي مركب في المربع بتاع عزمي وليل وجميلة وحسن أمور يعني مطلوب بس ان احنا ناخدها لبر الأمان بدون افتكاسات أكتر من اللازم في البداية خلونا نحط النقطة المكررة اللي نتكلم عليها في كل مرة سواء على الجانب الإيجابي أو على الجانب السلبي في المسلسل وهي أن المسلسل يظل الأفضل تقنيا على مستوى مقاليد الصورة التصوير الإضاءة البرودكشن ديزاين الارت دايركشن الديكور الملابس الأمور دي كلها تظل في أفضل صورها على الإطلاق في هذا المسلسل الجزء الوحيد بيخزر المسلسل رغم أنه هو في الحقيقة الأسهل ما بين المكونات دي كلها هي توظيف الموسيقى التصويرية وأنا ركزت في الكم حلقة اللي فاته لإني عايز أعرف هي فعلا المشكلة في أن المقطوعات الموسيقية اللي موجودة محدودة فبنتورط في أن احنا نحط موسيقى غير ملأمة للمشهد اللي هي فيه ولا هم متنوعين ولكن التوظيف هو اللي فيه مشكلة والحقيقة النتيجة اللي أنا وصلت لها هو أنه مزيج ما بين الكنين لأن المقطوعات الموسيقية اللي أنا حاولت أعدها طلعوا أربعة مش أكتر من كده وأنا ما أعتقدش أن ده عدد كافي أنا أعتقد أن احنا لازم يكون عندنا أكتر من كده شوية ما عرفش العدد كام أنا عمري في حياتي ما تأملت في الموضوع ده بالقدر الكافي والمقطوع المفضلة للقائمين على المسلسل هي المقطوعة اللي فيها قدر من الغموض والريبة والدراما الزيادة دي بتتوظف في رومانسية بتتوظف في الخناء بتتوظف في الكوميديا بتتوظف في كل حاجة في الدنيا ساعات بنخرج عنها عشان نحط الموسيقى الملأمة للمشهد الملأم في مقطوعة تانية ممكن تكون أحداثها فيها قدر من الحنين في مقطوعة تانية فيها شوية رومانسية مع حتة آآ 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 دماء خفيف ولكن دايماً بنروح لحتة في مشاهد مش ملأمة لها أنا حقيقة مش عارف ايه السر في الموضوع ده فهي ممكن تكون اتنين توظيف أنا في تأدير الشخصي كأحد المشاهدين مش موفق وفي نفس الوقت عدد المقطوعات الموسيقية المتاحة مش كافية وزي ما بقول كمان مرة السبب اللي بيخليني اتكلم على العيب ده بشكل ممكن يكون مكثف شوية وهم حاكتين اولاً ان هو عيب كان ممكن تجاوزه بطريقة سهلة انا مش شايف ان هي كانت مشكلة كبيرة وثناناً ما فيش مسلسل تاني في رمضان تقريباً بيعاني من نفس العيب ده رغم ان طبعاً مسلسل الفتوه في تأدير الشخصي افضل بكتير من عدد كبير جداً من المسلسلات الرمضانية المسلسل بتاعنا على مستوى الاحداث زي ما قلنا لسه مستمر في انه لا بيبطأ ولا بيهدي آآ ولكن بيقاع مظبوط يعني الفكرة بتاعتنا مش فكرة احداث عملت تتريمي في وشنا واحد وورا التاني وخلاص آآ لا اقاعنا مظبوط بنبطأ في بعض الاحيان بنصرع في بعض الاحيان ودايماً بشكل موافق دايماً مش بشكل يصدر اي نوع من انواع الملل او الزهق للمشاهد آآ وزي ما قلت كده احنا بنحصد اللي احنا زرعناه بشكل كويس اهم اللي احنا زرعناه ده هي تشكيلة العلاقات الرومانسية والدوافع اللي بتدفع الشخصيات النسائية لانهم يحركوا الاحداث بتاعتنا باكتر شكل حرك في الدنيا لان ليل مثلاً اثبتت انها البقعة العمياء اللي عند حسن اللي تسببت في سقوطه بدون اصد منها ولكن هي فعلاً بقعة عمياء ان حقد جميلة ممكن ينتج عنه تغيرات في مصير الجمالية كلها بما ترمز اليه اساساً في احداث المسلسل بتاعنا داخل مجتمعنا وداخل الصياق اللي احنا بنحاول نسقط عليه بعض الاحداث وبعض التركيبات في الشخصيات بتاعتنا والصراعات اللي ما بينها دات بنا كويس وتم استثماره بشكل كويس كان عندي تساؤلات كبيرة جداً على الجزء بتاع كسر الفتوات الحتة اللي فيها الاعور والاعرج والناس دول ازاي دول هيكونوا مفيدين بالنسبة لنا لان المسلسل كان دايماً بيروح يظهرهم وبعدين نرجع من عندهم رغم اني ما كنتش فاهم هم مهمين في الايه في ايه وكنت حطت عليهم دبوس زي ما بقول خوفاً من اني بعد كده ارجع الاقيهم مش مهمين خالص وتبقى نقطة سلبية ولكن لا هم مهمين هم اثبتوا انهم السجن الفقيرة المقحف اللي بيترمي فيه باتمان علشان يخف ويرجع تاني وده موضوع مهم جداً يا اقول الاسقاط بتاع السوبر هيروز على فكرة الفتوات دي هيلة يعني انا 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 مؤمن بان فيه تأثر كبير بها وتأثر مناسب وتأثر ناجح جوه الاحداث يمكن يكون فيه على الجانب الاخر حاجات تانية اتبنت بسرعة ممكن ممكن اصل لدرجة ان انا اقول له واجه عشان نوصل لنتائجها رغم انها ما كانتش مزروعة كويس ما كانتش متغزية بشكل كويس منها سلوك زينب ونورة تجاه ليل بعد ما بتروح البيت عندهم انا متوقعتش ان هو يكون سلبي بالطريقة دي تارفين يا جماعة انا بتفرج على مسلسل الفتوة نفسه من اخر المسلسلات اللي بشوفها بالليل في حدود الساعة يعني بعد الفجر الساعة وحاجات زي كده فببقى همدان شوية ما ببقاش صاحي قوي ما ببقاش مركز بكل جوارحي بهذا القدر على مستوى ان انا قلقت كل طلعة وكل نازلة وحاجات بالطريقة دي ممكن تكون بتستعد كمشاهد لانك عاوز تنام وحاجات زي كده ودي نقطة مهمة عايزة ارجع لكم فيها وقال لكم ايه اللي تغير في مسلسل الفتوة من المنظور ده بالنسبالي ولكن لما زينب هبشت في ليل لأول مرة انا تخضيت اللي هونزا من قبل بتفرج والمزيكة المريبة ده خلاص ما عارتش بتجيب معايا انت اعمل موسيقى مريبة زي ما انت عاوز انا حاسس بالحمين والرومانسية وليل وحسن وحاجة كده من السيار الشعبية الجميلة القديمة في علاقات الحب والغرام والكلام الجميل ده وفجأة رح اتزينب هبشت في ليل انا تخضيت ليه يا ماما فيه ايه اللي جرع وحقيقي ابتدت اشوف ان ردود افعالهم مبالغ فيها ومش مبنلها بشكل كويس لان المفروض ان العلاقة ما بينهم ما تسمحش بذلك وفهمنا بعد كده ده ليه يعني هو كان تصاعد سريع جدا بدأ في الحلقة تلاتة وعشرين وانصولا للحلقة اربعة وعشرين خمسة وعشرين على طول علشان نخلق المناغصات اللي في حياة حسن اللي بتخلق عنده البقعة العمياء اللي تكلمنا عنها اللي دخلوا منها عزمي وتسببت في سقوطه اللي كنا متصورين او الشخصيات كانت متصورة ان هو نهائي ولكن المشاهدين عارفين ان هو مؤقت وانه بكل تأكيد راجع تاني فزي ما دايما باتكلم ودايما بقول مسلسل الفتوة مسلسل حي بينبط بالحياة عنده حاجات كتير موافقة وحاجات غير موافقة لانه بيخاطر لانه مش عاوز يلعب بطريقة امنة ولكن سبحان الله يا جدع زي ما كنت بقول برضو في الحلقة اللي فاتت المسلسل مش عارف يجذب الناس جماهيريا وانا قعدت استغل الوقت اللي فات عشان احاول اسأل ليه ما ياسر جلال اصلا السبب اللي خلاه بيعمل بطولة مطلقة في مسلسلات رمضان هو نجاحه في انه من خلال مسلسلين وارا بعض يرسخ نفسه كاحد الاختيار الاختيارات الهامة جدا والرئيسية جدا والاولى جدا في الدراما الرمضانية يبقى الرجل ده بيعرف يجذب جمهور وإلا الناس مش هتستسمر فيه بالفارغ يعني ولكن فجأة السنة دي انا مش سامع دوشة كبيرة حوالي ان المسلسل بالقدر اللي انا كنت متصوره واعطى فكر هو ليه ده بيحصل والحيان معرفتش جاوب السؤال على نفس يعني انا انا لغاية الحدث اللي حقوله لكم ده انا مكنش عارفة جاوب السؤال ايه هو الحدث ده الحدث ده هو محاولة قتل حسن واللي في ناس من الجمهور صدقوا ده ممكن تكون حركة جريئة لدرجة ان هما يتخلصوا منه تماما وهي حركة جريئة بكل تأكيد ولكن انا مشتريتش الثانية ان هما حيتخلصوا منه بشكل كافي وفجأة لقيت المسلسل ما قدرش اقول ان هو سيطر يعني على الحوارات وبقى فيه ضجة كبيرة حواليه لا لك على الاقل يعني لقيت ناس دخل على الستريم بتاعي بتقول لي الفتوة مات تقريبا ده كان اول تعليق يجيلي على مسلسل الفتوة على الستريم من ساعة لما رمضان بدأ فجأة ابتديت اشوف في الترندات على تويتر حاجات ليه علاقة بالفتوة موت حورية كان ليه حاجة على تويتر موت الفتوة كان ليه حاجة على تويتر تعليقات الابطال على هذا الحدث بقى ليه صدع على تويتر او صدع على السوشيال ميديا وده وصلني للنتيجة على ان رغم ان الاحداث كانت متتالية ورغم ان الدنيا مكنتش بطيئة ورغم ان الزيارات بتاعة الماضي والحاضر كانت متسرعة وده ودي كل اكذفات حلوة في المسلسل الحلوة ولكن المسلسل ما كانش قادر يخلق عند المشاهد لحظات جدل لحظات صدمة مش زي ما البرنس بيعمل ومش زي ما النهاية بيعمل دول المسلسلين من اللي انا بتفرج عليهم الاكثر انتشارا على السوشال ميديا بصرف النظر عن المسلسلات الاخرى اللي انا بتابعها اياش اللي طبعا مسيطرة بشكل كبير وليها صدا كويس والقائمين عليها عارفين يخلقوا اللحظات دي ممكن نقول ان الفتوة تأخر شوية في قدرته على انه يعمل ده لان فعلا انا عشان كده بقول ما هو بقي من احداث مسلسل الفتوة ممكن تكون متوقعة ولكن انا ما بشرش لها بشكل سيء او بشكل سلبي هي متوقعة اه متوقعة اه عرفت تعمل مفاجآت خير وبركة بس يا ريت ما تتفلسفش اتمنى يعني ولكن انك تخلق لحظات صدمة يمكن المسلسل لو كان قدر يعمل ده بدري شوية كان مكانته دلوقتي ما بين المسلسلات الرمضانية على مستوى المتابعة وعلى مستوى اثارة الجدل وعلى مستوى الاصداء ما بين المشاهدين بقت افضل وده كان ممكن يعني عكس على نجاح اكبر بالنسبة له لسا الاسقطات السياسية والاجتماعية بتاعتنا اه حلوة وزكية اه فكرة المنظور الرأسمالي المستبد اللي بيمثله عزمي والفتوات الاخرين على الجانب الاشتراكي تعالى نقول بدل ما اقول شيوع يعني يعني لما شفت حسن وبطريقة اللي بيدير بيها الجمالية بعد ما مسك الفتوانة كنت عاوز اقول الفتوة الشيوعي الراجل اللي ايه لا يا جماعة كله هيشتغل وكله بالاحتياج بتاعه والفقراء اولا ياولاد المعرفش مين والكلام ده كله منظور اشتراكي بحث يعني فده حلو بالاسقطات بتاعته بتفاصيله لان الناس مش دايما كده ومش دايما كده والاشتراكية الجميلة دايت لها نقاط نبتعرفش تجاوب عليها منها السزاجات في التعامل مع الاعداء اللي صعب جدا انه هما يسكتوا على اللي بيحصل ده وعلى الجانب الاخر الرأس مالية المستبدة دي في بعض الاحيان بيبقى عندها بعض النقاط الناعمة زي علاقة عزمي بليل مسلا رغم ان هو غضان عليها وامور زي دي ولكن تظل بالنسبة له نقطة ضعف هو ما بيقدرش يتجاوزها بسهولة بالاضافة لانه هو شايف الاختار اللي حواليه من حلفائه اللي بيبانوا في الوش متفقين وكل حاجة لكن بصوا شخصية عزمي بالتحديد شخصية مش زكاية يعني هو هو ممكن يتقال عليه سلاش بلطجي وده ما يفقاش يتقال على حسن طبعا ناشف وقصي وكل حاجة بدراعي وكل حاجة بقوتي وكل حاجة بالكلام ده بس لما انكسر انعكس عليه ومهما كان سازج في تحالفاته وفي توقعاته فهو برضو منطقي في انه فاهم كويس قوي للناس اللي حواليه دول ما هم مش حبيبي وممكن في اي لحظة يغضروا بيا اخر حاجة عاوز اتكلم عليها هو مشهد موت حرية مشهد موت انعام سلوسة واشكر المسلسل ان هو ما لجأش للصويت والصريخ والهيستيريا في تكسيد المشهد ده المشهد تصدرته مها نصار اسمها ليلى احمد زاهر اعتقد بنت احمد زاهر ناسف مش فاكر الاسم اللي هي نورة يعني واول لما فهمت ان الشخصية ماتت جريت على الرموت ووطيت الصوت انا تخيلت ان احنا هنسمع السريخ وانواح من هنا للسنة الجاية ولكن المسلسل على الصعيد الاخراجي لجأ لشكل اهدى شوية لشكل مؤثر اكتر بكتير انتصارا للفكرة اللي انا عامل اقولها لس ازمور يا جماعة والهيستيريا مش دايما تمثيل متميز. اه مسلسل الفتوة خلق لنفسه حتة الحمق عندي بقى اني بقيت عايز اشوفه بدري. انا كنت بقى اجلول بالليل لان احنا في بعض الاحيان بنقفل على وبنقفل على نوقت انا عايز اشوف ايه اللي هيحصل بكرة وكلام زي ده بس مش قبل مش قبل مش قبل النهاية دول المسلسلات اللي بجري عليهم كل يوم اللي ما اقدرش اعدي يوم اللي غير ما اشوفهم الفتوة ممكن اعدي حلقة وارجع اشوف اليوم اللي باعبه حلقتين على بعض. مش حاسس بالدية ولكن بعد موت حسن الوضع يتغير والفتوة ممكن يكون تصدر للموضوع الحلقة ستة وعشرين انا شفتها النهاردة قبل الفطار دي اول مرة من بداية رمضان اجري عشان اشوف حلقة قبل الفطار دي ما حصلتش قبل كده اه اه اتمنى ان المسلسل يكون اه بيحقق اللي انتم منتظرينه منه للناس المتابعينه اتمنى تكونوا عارفتوا وتجاوبوا على السؤال اللي اتنشر في لحظة ما انا شخصيا دلوقتي الحلقة ما عرفهاش وحظ السعيد في المسابقة بتاعتنا ويا ريت تشاركوا في التعليقات بمشاركتكم في المسابقة وبالمحافظة ما تنسوش وفي نفس الوقت بين طبعاتكم على المسلسل الفتاوة حتى الان. الف شكر لحضراتكم على المشاهدة. يريد تعملوا شارعوا ولايك للحلقة لو عجبتكم مشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول بول. تابعوني على فيسبوك تويتر ونيمو بوديو وبي باي.